مشاكل وأسباب كتيري بتكون محيطة فينا بتدفع لشعور القلق والخوف في المستقبل خسرة انتعرض من المشاكل العائلية وغيرها اللي بتترك الكتير من الأسعر عند كل شخص ممكن تؤدي الحالي من الصدمة النفسية بتسبب بأمراض جسدية ناجمة عنا وحياناً كمان منشوف إنه بعض الأشخاص بخافوا من موت حدا مقرب إلون أو حتى التعرض لحادث مؤلم وهنا ما فيهم ينسوا لهيك رح نتطرق اليوم لموضوع نفسي مهم وهو اضطراب الكرب الحاد ورح نتعرف أكتر على أسبابه أعراضه وشو حتى العلاج مع الاختصاص بالأمراض النفسية الدكتور أحمد تاجي أهلا وسهلا فيك دكتور معنا اليوم في الستوديو خير ممسوط خلا وإنه معاكم والله نحن ممسوطين أكتر شتبنا لكم خلينا ياك دكتور بداية نسمعنا نحن المقدمة هلأ الأمراض النفسية أو حتى الصدمات النفسية بالأصح والضغوطات العائلية وضغوطات الشغل والضغوطات النفسية وإلى آخره يعني كتير بتسبب مشاكل جسدية مو بس نفسية جسدية وفيزيائية خلينا نحكي أكتر عن الصدمات النفسية أوكي كتير منيح السؤال يعني عشان بشوي لأن الناس كتير هلأ بلشوا يحكوا المواضيع النفسية قبل كانوا كتير يتجنبوا هالموضوع هلأ بتسمعي كلمة أنا مكتئب أنا قلق أنا زعلان بس حقيقة هلأ لسه فيه اختلاط شوي ما بين الأمراض النفسية كأمراض وبين الضغوط البسيطة اللي حكيتي عليها يعني حقيقتا فيه ضغوط هي ما بترتقي لدرجة أنه نحنا عنا مرض نفسي نحنا المرض النفسي إله معايير خاصة لحتى يتشخص نفس الشي بالنسبة للرد يعني الرد فيه شي رد طبيعي حقيقتا ولكن الرد اللي بتحكي عليه بجوز اللي بترك آثار كتير سيئة هذا بيزهر حقيقتا كتير بعد البلدان اللي بتعرض لكوارث لحروب مثل عنا يعني مثل مصار بتعرضوا لعراض كتير شديدة بتظهر بفترات طويلة من العمر زي ما تعالجت بشكل صح بالفترات الأولى من تعرضوا للحدث بتستمر وبتتطور كل ما لعراض أشد فحقيقتا نحنا عم نحكي على هالموضوع هذا على الكرب الحاد نحنا عم نحكي على اضطراب حقيقي بيأثر على كل حياة الشخص مو على نقاط معين إلا كل حياته بتضطرب وما لوا عرفان ليش فكتير مهم أنه نعالجه علاجه حقيقة هو مو دوائي علاجه هو علاج نفسي من خلال المعالجين النفسيين حنحكي عليه هلا بعد شوي بس الصدمة بشكل عام هي حدث بيقع خارج النطاق الطبيعي للشخص يعني نحنا نطاقنا الطبيعي شي طبيعي نشوف حادي السيارة مثلا نشوف دم صغير نشوف مثلا حدا توفى وفاة طبيعية بس مو طبيعي اللي شفناه مثلا وقت الزلزال إنه نشوف جساس إنه نشوف ناس ميتين قدامنا ما عمنا قدر نعمل شي لأنه هو حدث يقع خارج النطاق الطبيعي وبيسبب الخوف والعجز عند الشخص يعني أهم شي إنه بيسبب خوف شديد وعجز عند الشخص فهي هي أعراض الصدمة بشكل عام تمام دكتور حقيقة هل المسببات هي هاي الكوارث اللي تفضلت وحكيت عننا ولا نحن ممكن تكون مسببات بالحياة الروتينية اليومية سواء لأطفال أو بالغين لا لا حتى نشخص نحن ترى بكرة بالحياة الحقيقة نحن بحاجة لشيء أساسي هاللي هو يتعرض الشخص لتهديد موت حقيقي يعني فيه تهديد موت إنه هو كان بهاللحظة هاي دي بسواني كان ممكن ينزيب البناء ويموت هذا يعني حدث حقيقي تهديد بالموت حقيقي أو أو مشاهدته لحدث موت حقيقي تمام أو إصابة خطيرة صافية أو عنف جنسي وجسدي هدول الأشياء هنن الصدمات الأساسية طبعا هدول بيتعرض لازم يتعرض لهم الشخص من خلال يا أما بيشاهدهم يعفون يا أما بيصيروا معه شخصيا يا أما شافوا عند أشخاص عابتعرضوا له مثل اللي شافوا الحوادث السلزة بس انه ما صار لشي بس شافوا قدامهم او الطريقة الثالثة انه يعرف انه فيه تهديد خطر موت لاشخاص مقربين منه اهله اقاربه اصدقائه وايضا الشغلة الرابعة اللي ممكن يتعرضوا لهالاشياء هاي دي هنالاشخاص اللي بيعملوا بهالمجال اللي بالعمل الانساني اللي يتعرضوا لهالمشاهد هاي بشكل مستمر ان ينشالوا الجسس الاشلا او رجال الشرطة اللي كل يوم عبيتعرضوا مثلا لحوادث عبيسمعوا عن حوادث مثلا متعلقة بعنف ضد الاطفال او اساءات جنسية او كذا هدول ممكن يتعرضوا لا اطراب الكرب الحاد وحياتا اطراب الكرب الحاد هو ما كان مشاهد بسوريا قبل يعني احنا ما كنا نشوفه بالعيادات ابدا هلا عم نشوفه بشكل كبير وهو تشخيص مهم جدا هلا بهالفترة هاي دي اول ما اكتشفوها هي حرب الفيتنام يعني رجعوا الجنود الامريكان لقوا عندهم اعراض شديدة ما عبيعرفوا ليش بدأوا يحطوا تشخيص هاللي هو اطراب الكرب الحاد او اطراب الشدنة ما بعد ارباب تماما تمام طيب دكتور هلا انا شخص طبيعي قدامي شلون بعرف انه هذا الشخص او ما طبيعه هو مصاب بمشكلة الاطراب معه هل اصابة او هل اطراب او لا تمام هلا نحنا عنا اربع شغلات يا كي بسميهم انا مثل الزئب هو شغلين اعراض اقتحامية يعني احساس الشخص انه الزئب جايل عنده وياكلوا اوكي هذا الشعور الاول الشعور الثاني الخوف الشديد يعني المزاج السلبي اللي عنده بيظهر اقتحامية سلبية عراض تفارقية حنحكي عليها كمان وعراض تجنبية واعراض استثارة العراض الاقتحامية بصير عند هاد الاشخاص هادو شي غريب انه بيضلهم بصير عندهم استعادة للذكريات هاي دائما الزكريات هاي دي تبع الحدث المؤلم عبترجع بمخهم دائما دائما عندهم كوابيس ليلية متعلقة بها الحدث هاد اي شيء متعلق بالحدث بيذكره فيه بيخليهم عندهم مشاعر مؤلمة متعلقة بهالموضوع هاد بالنسبة للمزاج دائما ما عندهم قدرة على اختبار صار المشاعر الايجابية دائما مشاعرون سلبية ما عندهم قدرة على الشعور بالسلام بالراحة بالحب ما بقي يدروا يحسوا فيها نوعا ما هالامور هاي دي الاعراض الاخرى مثلا الاعراض التجنبية بيتجنبوا بافكارهم ومشاعرهم اي شيء متعلق بالحدث اي فكرة بتجيهم يحاولوا يجنبوها اي مشاعر متعلقة بالحدث بيتجنبوها وبيتجنبوا كمان الاماكن الشوارع اللي صار فيها الحدث يعني نحنا كتير من هاللي صار معوها موضوع نسأل وبيقول لي ما بقدرت امره من ناحي البناية اللي انا شفت فيها ما بقدرت اعمل هالشغلات هاي دي اه بالاعراض الاقتحامية ننسيت كمان دائما صور متكررة عن هالموضوع هذا اللي صار معوه والحدث الصادم اللي صار معوه اه من الاعراض التفارقية الحقيقة هي التفارقية المقصود فيها النسيان حقيقة بينسى هو كتير من الاماكن يعني نحنا اذا منشوف يعني مثلا امرأة تعرضت لكتير عنف شديد بتلاقي هي عبتسرد القصة عبتسردها حقيقة ولكن بشكل المناطق المؤلمة جدا بالنسبة لله تمام عبتتجنبها كأنك انتي حاطة فيلم شنون الافلام القديمة كانوا بكرة اطعيم منه المقاطع معينه اللي هي اكثر الاما لاله حتى ما تتذكرة اه من الاعراض الاستثارة بيبدأ الشخص يصير عنده غضب غير مبرر عصبية بيصير عنده مشاكل بالتركيز بيصير عنده مشاكل بالنوم بيبدأ يصير عنده جفل خوف يعني اذا صوت شجرة بيسخاف اذا اذا يعني نحنا بعد الزلزال كلنا صرنا اذا صوت خفيف نخاف منه بعد الاصاص اللي كانت القديمة صرنا نخاف من صوت صيات الاسعاف من اي شي يعني هذا كله صار معانا ولكن ما وصل لعالات كاملة العالات كاملة تحتاج تسعة من هدول اللي حكينا وان حقيقة الفرق بين الكرب الحاد وطراب الشدة ما بعد الرض هو المدة الكرب الحاد هو بيحدث من ثلاثة ايام لشهر بعد الشهر بيبدأ نسميه اطراب الشدة مع بعض الرض وقته بتتطور فيه الاعراض بشكل اكبر بكتير اذا ما تعالج هلأ نحنا في عنا حلين يا اما شي اسمه اسعاف نفسي اولي المتخصصين بسوريا في كتير ناس بيشتغلوا على اسعاف النفسي الاولي انه نحنا نرجع الشخص للواقع بالحصطة يعني وقت الزلزال اذا انه لو بس سفي او ضرب رجليك بالارض او احكي شي او كذا بيرجع شوي ممكن نتجنب هالموضوع هذا فيا اما بده يتطور لاطراب الشدة مع بعض الرض واذا ما تعالج بعد فترة ممكن يترافق مع اكتئاب او قلق او عراض اكتئاب عراض نفسية اخرى تمام دكتور اي مدى بيوصل انه التشخيص بيشبه الاعراض يعني قطعا انا هذا المريض لحتى شخصه بدي تكون بس عنده هاي الاعراض ولا مثل ما تفضلت حضرتك يا عبارة عن فيلم نحنا قصي منه مريضة ما نقدرانه تحكي تمام هلا نحنا كتير شفناها هلا بعد الزلزال انا بشتغل مع برنامج طبعا مع الـ UNDP للأمم المتحدة هو برنامج للأمم المتحدة اسمه فطفضة برنامج مجاني طبعا يقدم مجاني للأشخاص وقت انشأوا وانشأوا لعدم وجود أطباء نفسيين بكل الأماكن مثلا مناطق شقية ما فيه أطباء كان مناطق كذا فيه ناس بيحبوا يحكوا عن هاي الحوادث ما كتير بيحبوا يحكوا قدام شخص بيعرفهم او بيعرفوه ففيه سرية كتير بهالموضوع لاهالشخص اللي عبي يشتغل هذا البرنامج فيه طبيب فيه معالج نفسي معالج اجتماعي معالج أسري واخصائي نطق يعني شامل تقريبا كل المواضيع النفسية بعد الزيزاء كنا نشتغل حقيقة 12-14 ساعة مستمرة تليفونات 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 الأعراض واضحة يعني بتحسي الشخص فعلا عبي سكرلك ياها مثل الأعراض هايدي أنا خايف أنا عبشفها بسرعة أنا عبعصب أنا عبت ترجع الزكريات ما عبقدر نام دائما بحلم فيها يعني الأعراض الحقيقة جاهزة عندك يعني جاهزة بقى العلاج هون المشكلة بقى حقيقة فيه علاج حديث كتير لهالموضوع هذا فيه كذا حدا أخذ تي أو تي فيه يعني لهالموضوع هايدي هو اسمه علاج تعرضي سردي نارتيف إكسبولار تيرابي نيت تيك برمزولو هو علاج حتستغربوه شوي وحيغير نظرة العالم للردود النفسية بشكل عام نحنا زواكننا الطبيعية بالعادة بتروح من منطقة اسم اللوزة لمنطقة اسم الحسين وخلال عشر دقائية لعشرين دقائية برجع التوازن بالجسم نحنا جسمنا كله بتعرفوا حضرتكم كأطباء بحاجة للتوازن يعني نحنا مثلا العضلة تحركت عضلة تانية بترخي لقلب تحرك برجعبه وكله كله توازن بالجسم حقيقة هذا التوازن بيصير عند الردود الطبيعية هدول الأشخاص بيضل باللوزة اللوزة هي المنطقة مثل الإشارة الحمراء عم تعملي كل هالأعراض وأنا ما بعرف ليش وجسمنا أصلا بيعطينا تنبيهات يعني أنتي هلأ إذا طالعا عند خطيبك مالك حاضبتي مثلا وقت تفتح الباب بتحسي قلبك عم يدق مالك موسوطة يعني بيعطيكي علامات حقيقة الجسم دائما بيعطينا علامات رايح على شغلة مالي حاببة دائما بيعطيني علامات إنه هذا الشيء حقيقة هي اللوزة هي اللي عم تسبب لنا هالأعراض هاي دي خلينا نقول ببساطة عشان ما نعقد الموضوع كيف الطريقة نحن هذي كل الذكريات موجودة بالله وعي جوا فالطريقة بنعمل عدة جلسات الجلسة الأولى حقيقة تام نكتب فيها خط حياة كامل للشخص ما بناخد بس المنطقة هاي يعني نحن بناخدها من وقت وليل للحظة اللي نحن فيها منحط أحجار وورود يعني طبعا لازم بين كل حجرة يكون فيه وردة أكيد بحياة الشخص في بعض الأشخاص اللي تعرضنا لأثناء الأزمة في سوريا بعض الأشخاص اللي عملنا لهم كانت أحجار ونطلع بالأحجار كمان مناطق تانية لأنه كانت الردود والآلام كتير شديدة وكتير خطيرة لدرجة أنه فعلا بحاجة لحجار كتير الجلسات اللي بعدها بنشرح لهم طبعا عم ببدأ السرية ونحكي لهم شو من نشتغل ونشرح لهم بشكل كامل عن الموضوع ومنبدأ ناخد حجر وورقة بالحجر شو بنعمل نحن المقصود بكلمة الحجر هو الرض بنرجع بنستعيد الذكريات لحواسنا الخمسة مو بنستعيدهم بشكل بسيط لأنه في حكيه مسئلنا مقطع ما هيك فنحن منقل له مثلا إذا امرأة عرضت مثلا لا أو هاللي هاللي بتزلزل باللحظة هديك انت اللي كنت فيها ونسيان كتير شغلات انت شو عملت منين نزلت أني درج شو كان شكل المنظر شو صار بأي دقيقة بأي لحظة نهار الليل يعني بكل حواسه الخمسة بنحاول نسترجع له الذكرة هاي فجأة الشخص كتير بيطرب بعد الجلسات هاي يعني بيحس أنه الدنيا مضى واسعته بيتعب كتير بس لاي نهار الصباح بيفز فعلا كأنه الحجرة هاي مسكناها وزلتناها وخلصنا منا فهو نوع من العلاجات الحقيقة الكتير هام باضطرابات الشدة بشكل عام كنترول عم بيقولولي في مجموعة أسئلة بدنا نطرحها عليك حتى مونا حتى مجموعة برأي الناس هني نعرف أنه الدكتور أحمد أو معنا دكتور نبسي فقرروا أنه مجموعة أسئلة إليها بالاضطراب فهننحبين يعرفوا أجوبتا من حضرتك اوكي صدمة ممكن تعذب الواحد وضلجه يعني الضلم أسرافي وما يقدر أنه ينسى عن جاد ممكن تسبب وفاة ممكن تخلي الواحد ضل متعذب حالما لما بشوف هيك مناظر بشعة أنا ممكن هذا المنظر يضل عالق ببالي فممكن نسألونه كيف ممكن أتخطاها شو الطرق إنه شو الشغلات لازم أعملها حتى أتخطى هات المنظر أو ممكن إنساه يعني كتير عم بيصير حوادث وبتأثر على الإنسان شو هي الأدوية اللي ممكن تعطي الشخص لحتى يتخطى هالمرض أو يتخطى هالشين نفسه كيف ممكن نحن نساعد اللي حوالينا إنه يتخطوا هيك موضوع إنه شو في إجراءات ممكن نساعد شو تفسير هالهالظاهرة يعني أنه ممكن أول شي لأنه إحنا بس نتفرج على المشاهد مثلا القتل والدمار والهاي نتأثر جدا يعني بعد مرور فترة ونحن عم نتعرض لهالمشاهد عم تصير مشاهدة عادية وهذا الأمر عن جد مخجل بحق الذات أكتر من مخجل يعني بحق الغيره حقيقة دكتور الأسئلة كتير مهمة يعني مختارين كذا موضوع عن جد هناللعزم يتنوهوا عليه لا لا نحن بلشنا لأخير حقيقة رد فعل الأشخاص على أي شيء هو مختلف يعني نحن عنا الف 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 اللي هنقاتل أو أهرب أو تجمد أنا كنت بحب دائما أو هيك كنت دور على مشهد مثلا لما كانت تنزل قذيفة مثلا كنت حابب شوف شو ردة فعل الأشخاص باللاحظات هاي بس حقيقة أنا شفناها يعني كلنا شفنا خزائف هي ونازلة وشان الأشخاص عا بتصرفوا حقيقة بتصرفوا بردات الفعل الثلاثة هاي اللي هنن يا أما بتجمد بمحله ما بيعرف شو بدا يعمل حقيقة وأنا كمان أنا بتجمد بمحله أنا بمعرف والله شو عملت بحظة لازم تزكر لا أنا بجمد طارق ما يمره أو تجمدت عن جد أو الحالة الثانية إنه هو بيهرب أوكي يا الحالة الثانية آآ آآ بيقاتل يعني المقصود بيقاتل إنه بيروح باتجاه المكان هداك وبيساعد الآخرين هاللي هنين موجودين بالمكان هلأ زمان لمكانة امرأة مثلا تتعرض لا اهتداء جنسي كانوا يعتبروا التجمد هو حالة من الريضة ويقتلوها صحيح هلأ اختلفت المفاهيم كتير لأنه حقيقة لا لا مو هيك أبدا يعني هو لما حكى إنه أنا ما عابحس لا أنت عابت حس بس ردد فعلك هي مختلفة عن الآخرين بس أنت هي الردود موجودة بداخلك وحتطلع فلذلك لازم تساعد نفسك على أنك تحكي كتير عن الموضوع فهيدي الردود كلها هي ردود الفعل هي حالات طبيعية نحن ما نستغرب من حالنا إذا نحن ما هتم منا لا عدم الاهتمام هو نوع من الحماية اللي يعني عملها الجسم لأننا خصوصي دكتور بهاي الفترة بأحداث غزة كتير من الأشخاص منلاقي أنه أول فترة قدروا يتابعوا يشوفوا كل شيء خلينا نقول يحكوا عن الموضوع أكتر بعد فترة بتلاقيهم خلص ما بقدروا يشوفوا صاروا حتى يعملوا سكيب لأي ستوري لأي فيديو لأي شيء وكان الطرف الثاني من الأشخاص بيهاجمهم أنه أنتو ما نكون قدرانين تتعاطفوا مع هذا الموضوع هذا هو نوع كمان من يعني هوني هذا اللي عب إلك علي يعني نحن مثلا عفوا لو عب بحكي شغلات أكتر شوي يعني مثلا الرجال الجيش اللي عب يقاتلوا عندهم قدرة عتحموا المناظر معينة نحن ما بنتحملها يعني هني عندهم قدرة لأنه هني عب يعرفوا عب يدافوا عن مبادئ وعن وطن وعن الأمو فهني بقدروا يتحملوا شغلات معينة نحن ما بنتحملها يعني أنا وياكي ما منقدر نتحمل مثلا ولي أنا يعني كنت بس أصدي أنه يعني في ناس اللي ما خدموا جيش ما بيقدروا يتحملوا مثلا منظر موت فعلي قدامه لشخص بينهاره لكن في أشخاص يعني فهو ردة فعال مختلفة من شخص لشخص فمثل ما قلت قبل شوي فهيدي هي الفكرة يعني نحن ما نحس بس تألك اطراب الكرب الحاد حقيقة مو هو من خلال تعرض لمشاهد تلفزيون أو مشاهد لا هو مثل ما قلنا تهديد بالموت حقيقي فهو تهديد حقيقي لأله أو لأحد من أقاربه أو مشاهدة شي عم بيحدث مع أشخاص آخرين هوني بيختلف الوضع كتير يعني بالنسبة له الموضوع هذا تماما هلأ في سؤال من الأسئلة كانت أي تمام من الصبيئة أي كان أنه شلومنا نتعامل نحنا كأهل وعننا مشكلة مع الشخص المصاب هلأ حقيقة أنا ليش طرقت له البرنامج هذا الحقيقة هذا البرنامج عبيقدم خدمات رائعة بالبلاد وهو أخذ جوائز على مستوى يعني عالمي حتى تفوقنا على كتير دول تاني الحمد لله برنامج فتفضع بيقدم الخدمات هذي بشكل كتير جيد ومجاني مثل ما قالت بس كمان لا تنسوا أنه نحنا الدعم النفسي صار موجود بكل الأماكن يعني أثناء الحرب كتير شغلات بترجع لورا والكوارس لكن الدعم النفسي بيطلع لنا نصير حاجة لأله كتير يعني نحنا كتير شغلات هلأ نقامت مثلا من عنا كدعم ولكن ضل الدعم النفسي موجود لأنه بيعرفوا أنه نحنا بحاجة لأله هالمواضيع هاي دي دولة مشكورة بتعريف وكل هالي يعب يساعدوا وبيعرفوا هالموضوع هذا فممكن يتوجهوا ببساطة يعني ما يشخصوا لحالهم بس أفضل شيء أنه نستمع الاستماع الفعال يعني أنا دائما بحكيه أنه نحنا عندنا مشكلة أصلا العرب بالاستماع الفعال هذا أنه نحنا ننتظر الشخص ليخلص حديثه على الأقل يعني ونعطيه لإيماءات يعني أحيانا بتحسي حدا عب يسمعيك بس ما عب يحرك أنا مبسوط حاسس أنه هي عب تستمعني بشكل فعال ايه فعلا يعني وانتظرتني لخلص الحديث حتى تطرح السؤالي بعده هذا هو الاستماع الفعال حقيقي اللي عم نعمله هلأ نحنا بالتلفزيون خلينا بقناة سماء تماما دكتور فيه كمان سؤال كتير مهم ذكرته صبية أنه شو الأدوية اللي ممكن ناخدها لتساعدنا بالرغم أنه أنت ذكرت ببداية الحلقة الموضوع معانا ودوائي هل هناك أدوية بتساعد؟ هلأ الحقيقة كنت على مقابلة بالراديو من هيك من أسبوع فكتير السؤال هيك ترح هاجمتني واحدة بالأسئلة فكتير حبيت لأنه هي الأسئلة هي أهم أسئلة تنطرح أول شغلة نحن أطباء نفسيين يعني الطبيب النفسي وظيفته حقيقة أنه يشخص ويقرر هل هو بحاجة لعلاج دوائي ولا لا فأنا إذا توجهه لطبيب نفسي أكيد حيقل لهم هذا الإطراب وإطراب الشدة أو إطراب الكراب أو كذا وبحاجة لمعالج نفسي تشتغلوا معاهلين خريجين كلية التربية وعلم النفس المتخصصين بعدما أنهم التدربين على موضوع العلاج النفسي تمام؟ هذا الشيء ولكن إذا نحنا لقينا أنه في أعراض اكتئابية مرافقة والاكتئاب غير الحزن يا جماعة الاكتئاب غير الحزن دائماً بيربطوا لي الحزن بالاكتئاب الاكتئاب هو أعراض واضحة والشيء المهم بكل الاضطرابات النفسية نحن ما بنقدم شخص اضطراب نفسي أصلاً إلا إذا أدى لمشاكل عند الشخص يعني يتراجعوا بأداءه الوظيفة أداءه المهنة دراسة وإلا إذا الشخص مثلاً نحن نسمينه مكتئب بس هو عبروح مع أصحابه عبروح أشغله عجامعته فوين الاكتئاب يعني هو ما له اكتئاب واضح يعني نحن ما بنقدم شخصه مية بالمية اللي كتير نبحث فيه فنحن هون الحزن والضغوط شيء والاكتئاب وإضطراب الشدة ما بعد الرد هنا شيء تاني إضطراب الشدة ما بعد الرد الطبيب ووظيفته يشخص يقول هذا معه إضطراب الشدة ما بعد الرد أو إضطراب الكرب الحار وحاوله لعند شخص متخصص يعمل له العلاجات المهمة اللي هي إن كان العلاج اللي اللي حكينا عليه العلاج تعرضي السردي أو غير علاجات مهمة تماماً هلا دكتور أي شخص ما يصير أو ينصب بالإضطرابات اللي زاكرتها حضرتك مع كلمة إضطراب مقصود فيها مرض لأنه دائماً يقول لي شيء يعني إضطراب أكيد أو مرض الإضطراب منلاقي أنه عن نفسيته وأفكاره كثير بتتغير بتأثر هذا الشيء عليه قديش هو يخطر فعلاً أنه الشخص ما بيقدرك أنه هو عنده مشكلة إضطراب تمام هلا مثلاً نحن بالأمراض النفسية عندنا شققين بصراحة يعني عندنا شق الشخص بيستطيع التفريق بين الواقع والخيال وهنا قابلين للعلاج كتير وبشكل كامل وأمراض ما بيقدر الشخص يفرق بين الواقع والخيال يعني نحن قد نحكي على الاكتئاب مريض الاكتئاب يعرف تماماً أنه هو بحالة سيئة بس ما عنده قدر عن مساعدة نفسه بس دائماً عم ينتظر مساعدة من الآخرين يعني نحن أي مريض أو أكترية المرضى اللي عم ينتحروا أو بيحاولوا أو عنده أفكار انتحارية حقيقتان دائماً بينتظروا المساعدة لذلك بره فيه شيء اسمه الخط الصاخن صحيح ينتصل يوم بيقول لهم أنا بدي ينتحر يوم هنين عندهم خبرة بالموضوع بيحاولوا يخففوا الوقت هيك لتوصل لعنده سيئة الإسعاف وتحاول تساعدوا بالموضوع دائماً بيبحث عن أشخاص أصلاً هو المكتئب شو؟ هو المكتئب الشخص اللي ما عابلاء يسند أصلاً حواليه حتى هو يطلعوا من هالشي اللي هو سببه كيميائي بالنهاية يعني هو سببه نقص مشاكل بمادة سيروتونين لهرمون سعادة بدماغنا يعني فنحن نرجع للسؤال هداك دعم الأهل والأقران هو شيء كتير مهم بكل الاضطرابات النفسية هاي دي شق الاكتئاب قلق وصوات قهري هالقصص هذي شق الشق الثاني هي أمراض حقيقة المريض ما بيقدر يفرق من الواقع والخياني يعني بالفصام الشخص بيكون عايش في عالم الخاص عم بيسمع أصوات بأدانه أصوات حقيقية يعني لذلك بتلاقي بهذه الأمراض بيروحوا كتير باتجاه الأمور الإنكانة الدينية والأشعوازية يعني حسب للأسف بيروحوا لا طبيعي هو طبيعي لأنه يعني من غير المنطقي من غير المنطقي إنه يقتنع إنه في حدا بيحكي معه يعني تبقل لهم عم بيحكي معي حدا أو بيعايش عم بيحكي مع حدا بالغرفة ما حي يقتنعوا إنه هذا مرض نفسي إلا إذا كانوا عارين وعرفانين عن هالموضوع هذا فهدول هنين النوعين من الاضطرابات اللي نحنا عنا بشكل عام بالمواضيع النفسية فرقنا عن الأطباء البقاية نحنا ليش اختصاصنا صعب وبره راتبه عالي جدا ونحنا راتبنا تحت تحت حقيقة لأنه هنا بيعرفوا تماما أنه نحنا عم نتعامل مع كل مكونات الشخص يعني نحنا عم نتعامل مع أفكار نحنا من شو مكونين أفكار رأسنا دماغنا اللي عم يشتغل مشاعرنا اللي بيسموها القلب والحب والمحبة وكله هاي مشاعرنا اللي جوا وجسدنا حقيقة بقية الأطباء يعني هنا ما تستطيع سوى عمل يعني أكيد إنه شغله هن أهم ومهم كتير يعني بس نحنا عم يتعاملوا مع جسد بس يعني هنين عم يفوتوا يعملوا العملية الجلاحية ويطلعوا بس نحنا منطبين نتعامل مع كل شي مع تسرع القلب اللي عم يصير معه مع نواب الهلع اللي بتصير معه تشنوش كلون اللي عم يصير معه ألام غير مفرر عطوية اللي عم يصير معه مع أفكاره السوداوية اللي موجودة بمخه مع مشاعره السلبية اللي عم يصير بنا نشتغل على اليوم كلهم واحد واحد فلذلك شغلنا بيكون شوي أصعب وأطول وبالدوات تماما دكتور كونك جيت على ذكر نوابات الهلع نوابات الهلع هي جزء من اضطراب الكرب الحاد بعض استضماء كتير من اضطراب الكرب الحاد الحقيقة بيصابوا بنوابات الهلع بيصابوا بخوف شديد طبعا النواب الهلع هو خوف شديد غير مبرر هلا هون بيكون الخوف مبرر حقيقة موجود بدماغه وبذاكرته ولكن قد يحدث أعراض جسدية مشابهة يعني ضيق نفس تسرع بالقلب تشنش كولون أعلام جسدية شعور كأنه حيجن شعور كأنه رايح للموت حيموت يعني هاي دي المشاعر كلياتها هتكون موجودة عنده بإضطراب الكرب الحاد سؤال حلو طماما صعب خليني أعكسوا في أمراض جسدية مثل مثلا خلينا نقول السكري الغدل أو الكانسر أو شي ممكن تسبب الإضطراب طبعا كل الإضطراب نحن بتذكري بالبرنامج عملنا برمضان كان في فقرة نفسية دائما تعليقة بالموضوع الطبي أي إضطراب طبي يعني أي مشاكل عضوية بالجسد بتسبب مشاكل نفسية يعني هي العلاقة كتير متراضطة بين بعضهم بس هون بقى بدنا يكون فيه تواصل بين الأطباء الغير نفسيين والنفسيين يعني حقيقة كتير حالات بتجينا أنا حق الحالات اللي يجتني بتذكرها كتير شخص من مناطق الشرقية الحقيقة أو تعرض لها اللي عم نحكي يعني مشاهد موت خوف شديد طفل كان عمره يمكن بالإدعاشر سنة صار معه أعراض كتيرة جسدية وما كان يعرفوا الأطباء شو السبب يعني أبوه أنا بتذكر الكلمة قال لي والله الهلا متكلف يمكن أربعين مليون بوقتها يعني مبالغ هائلة يمبايع عرض وبايع كزا عفكرة يعني بس ععد مع الطفل وحكينا على الأعراض اللي ذكرناها قبل شوية أنا طراب شدة مع بعض الأعراض ولين أنه موجودة عنده كلها فحولنا على المعالج تغلنا معه ثلاث أربع جلسات وفشي يعني الطفل هل زارني رجع بعد منه بشي سنة وأبوه بس لإليه لأنه أمورنا تمام والحمد الله فكتير أحيانا من الأعراض يعني نحنا مثلا إذا عنا تشنج كولون من منشأ عصبي اللي عم نعطي أدوية الكولون أوكي بس تشنج الكولون العصبي أكيد سببه قلق أو توتر بوسط الشخص أو اكتياف إذا ما عالش تحضر لك تعطي أدوية بتوقف الأدوية حي بدي يرجع صحيح والنقطة كتير مهمة اللي بدي دائما من كل حلقة أحكي عليها لأنه دائما بيقلونا على الموضوع أو ما بفوتوا على العيادة بيحكوا ليها أو نفعل نحن ببرنامج ممنعطي أدوية بفوت فضاء سعب بحكي بالعيادة أو كذا دائما بيقلونا أي بخاف يصير عندي إدمان يا جماعة أدوية الاكتئاب لا تحدث إدمان أبدا وخاصة إذا وصلت من طبيب نفسي يعني أحيانا ممكن توصف من غير طبيب نفسي نعطى مهدئات مهدئات تتحسن سرعة بس هي ما بتحل المشكلة لأنه قلت لكم مشاكلنا نحن بسبب نواقع العصبية لأن نحن كل جسمنا تعرفوا أنتو بيتحرك بهالكيميا اللي موجودة بالدماء مظبوط بهالهرمونات كيميائية والنواقع العصبية إن كانت سيروتونين دوبامين غلوتومات وبكتار يعني صحيح ولهلأ لسه ما بنعرف الخلطة بيناتو بشكل كامل يعني فهنه هنه سبب كل مشاكلنا فنحن إذا ما حليناها هيضلتش هنشكولات إذا عنا شخص مثلا عابي راجع طبعا في وسواس مرضي هلأ كتير كاتران هالفتاهي ما بعرف ليش بتلاقي عابي راجع من طبيب لطبيب وبالنهاية ما كله يعني بيقلوا له روح عن طبيب درسي روح بس هو ما بيقتنعوا بالأخير يعني فيه خوف من الموضوع النفسي رغمنا نحن ما بنكتب هاي الأدوية يعني الأدوية اللي عابي حدث صير عليها أدمان من ما بعرف زي ممكن يعني نسكور بعض المهدئات رمضان بيوكابلين الأدوية المهدئة هاي كلها نحن ما بنوصفها ما بنوصفها إلا بالحالات ناذرة جدا ما هي عابطو موصف منا بس نحن اللي عم نحلها بالأخير فلا يخافوا يعني نحن ما بنعطي أدوية والطبيب عادة يعني ما له مضطر يعطي دواء لمريد ما له بيحاجة لدواء صحيح يعني ليش دو يعطيه أكيد معا بيبيعه الدواء يعني ما له مضطر ما ليس بالألو فموضوع مختلف شوي وبدنا شغل بس الحمد لله نحن كتير وقدرين أن كنت عابت تستأدلوا الطبيب النفسي هون في قناته دكتور خلينا نحكي ختاما بالعلاج كونه نحن حكينا كتير أفكار إذا فينا نلخصنا شوي مشان المشاهد ما يقدر يضيع ويقدر يساعد نفسه أو حتى الأشخاص المحيطين بمصاب بإضطراب الكرب مع بعض الصدمة يقدروا يساعدوا تمام هلا نحن إذا عم نحكي على الرد الطبيعي شخص شاف عمه خاله أبو أمه متوفي ما يعتبروها كرب حاد لأنه نحن عنا هون اسمه الحزن فترة الحزن أو الحداد اللي هي بتستمر شهرين أصلا نحن ما من شخص اكتئاب لا يمرقوا هالشهرين هدول يعني مثل التقاليد عنا أربعين أربعينية صحيح صحيح فهو نفس الفكرة يعني إضطراب الكرب الحاد بيظهر على الشخص بوضوح يعني بتلاقيه متل ما قلتلك متجنب أي شي متعلق بالحدث يعني حتى إذا كان مثلا لما اتعرض له الحدث شاف مثلا لون بطرون كحلي بطل يلبس كحلي مثلا شاف هالشارع هاد ما بيعد بيمرق منه إذا حدا حكى عن الحدث بتلاقيه كله اتطرب وعصب شخص دائما بحالة خوف دائما ما بيقدر يشوف المشاعر السلبية فهدول هن الأشخاص يتعرضوا لمناظر موت خطيرة يعني مثلا شاف يعني إن شاء الله ما حدا بيشوفها شاف يعني حدا كثير سمعنا عن أشخاص شافوا عائلتهم سالته بالبناء وهن نطلعوا هدو أشخاص بكيد حيكون عندهم إطراب الشدة ما بعد العلاجات فتبقى يعني إطريق تصير حاحتينك بشكل عظيم لنا في شيء اسمه علاج التعرض السردي المقصود في استرجاع الحدث كامل هاللي صار معنا من خلال حواسنا الخمسة كثير من الأشخاص ما بيتذكروا مثلا مين كان جنبهم يعني جنبهم جنبوا واقف جنبوا مثلا لما طلع من البناية وهرب ونسعد ما بيتذكر مين كان واقف جنبه ما بيتذكر مين كان عبي صرخ ما بيتذكر مثلا أحد الأشخاص المقربين منه اللي كانش استمه وجزة جنبه وجزة ما يتذكره فنحنا عم نرجع له نحنا عم نرجع له هذه الذكريات حتى يقدر يتعامل معه مولا تروح ولكن بيقدر يتعامل معه من خلال قوات داخلية هذا هو العلاج الأزهاسي بالتراب شدي ما بعد الرد والتراب كرب الحاد وهو شيء نحنا بسوريا كتير صار موجود يعني نحنا تعرضنا لأربع خمس شغلات وربعهم يعني أو ثلاثة أربع ما بعدناهم ما بعدناهم وآخر واحدة هي حقيقة مؤلمة كمان كتير يعني موضوع زلزة كان مؤلم للأشخاص كتير أنا أشخاص رحت وشفت يعني فكتير مؤلم كان الموضوع فلا يترددوا بروحها لعند الطبيب النفسي أو المعالج النفسي هن موجودين بكل المناطق إن كان الأمانة السورية للتنمية اللي بكوا أنا فخور إنه أنا جزء منها الهلال الأحمر كمان بس يعني الأمانة السورية التنمية الهلال الأحمر في جمعيات كتير عم بتقدم الخدمات موجودين بكل أنحاء سوريا غير وزارة الصحة اللي فيه مشافي طبعا المواضيع الطبية موجود كمان فممكن يتوجهوا لإلهم ليش لأنه مثل ما قلت لكم أي اضطراب نفسي يؤدي إلى مشاكل بدراسته بعمله بعلاقته مع أسرته يعني الاكتئاب قد يؤدي إلى طلاق بدون سبب مثلا وإضطراب الشدة ما بعد الرضي جزء يكره كل الناس اللي حواليه ويتجنب كل الناس اللي حواليه فبيصير مشاكل كتيرة يعني بس ممكن شغلي بسيطة مثل ما إنه صفقة صغيرة رجعوا للواقع ترجع الواحد للموضوع خلينا نرجع للواقع أحسن صحيح نظبوط دكتور إحمد شكراً كتير لوجودك معنا لليوم كان حديث شيق حقيقةً حوالينا الترق في كتير لمواضيع ما كنا نقدر يسعفنا الوقت أنه نحكي عنا شكراً كتير كتير لمعلوماتك شكراً لليك 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 شكراً